إذن شكرا جزيلا طبعا للأستاذ الشريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي في هذه القرارات النهاردة الحقيقة زي ما حضراتكم سمعتوا قرارات مهمة جدا في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي أولها هو تكليف الأستاذ محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة باعتة النادي الأهلي المتجهة إلى المملكة العربية السعودية صباح الأربعاء زي ما حضراتكم عارفين للمشاركة في المباراة النهائية لكأس مصر يوم الجمعة المقبل بمدينة الرياض طبعا زي ما حضراتكم عارفين كالأستاذ محمد الدماطي سيقوم بالتنسيق مع كابتن خالد بيبو في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة وتوفير الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين أيضا افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب المسجد الجديد بفرع الأهلي بالشيخ زايد وزي ما سمعنا الأستاذ شريف فؤاد بيتكلم أن هذا المسجد بيساع أكثر بقليل من ألف مصلي وبالتالي حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا 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 تم استكمال كافة التشتباط واستكمال الفرش والتجهيزات زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله أنا يعني الحقيقة في ظل هذه الظروف وفي ظل اللي بيحصل الحمد لله الدنيا طبعا دلوقتي هديت شوية ولكن للنادي الأهلي عملوا خلال الفترة السابقة الحقيقة المجلس الحالي يستحق مننا كل تحية وكل تقدير على كل حاجة جتعملت خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا لأنه في ظل قيادة كبيرة جدا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما حضراتكم شايفين وعندنا مجلس إدارة محترم برئاسة كابتن محمود الخطيب ونائب رئيس النادي الوزير العامل فاروق الله يرحمه وبقية أعضاء المجلس بالكامل الحقيقة كلهم كان لهم دور مهم جدا في اللي حصل المسجد اللي حضراتكم شايفينه ده تحفة معمارية رائعة حاجة حلوة جدا وحاجة محترمة جدا الحقيقة كان من الممكن أن يتم افتتاح المسجد ده من فترة ولكن الكابتن خطيب والمجلس أصروا على أن تكون كل التجهيزات وكل التشتباط كاملة بدون أي حاجة نقصة الحقيقة يعني وزي ما حضراتكم شايفين حاجة كده إيه حلوة جدا 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 وكل الناس اللي حتروح تصلي في الجامع أو في المسجد في مسجد النادي الأهلي في مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد عايزين حضراتكم بس وانتوا بتصليوا تدعوا للوزير العامل فاروق الحقيقة نائب رئيس النادي الأهلي ولكل مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بنشكرهم الحقيقة على الأفورت أو التقدم الواضح من أعضاء المجلس بالكامل في أن هم يحاولوا يعملوا كل حاجة علشان أعضاء الجامعية العمومية للنادي الأهلي ولما بتجي تتكلم وتقول يا جماعة أي حد في المجلس يعني ما تجي تتكلم معهم وتقول لهم طيب ما هو يعني الأمور اليومين دول صعبة يقولك إحنا وعدنا أعضاء الجامعية العمومية أن يبقى فيه مسجد يليق بيهم في مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد وده حصل زي ما فيه مساجد كثيرة في كل المقرات بتليق بكل الجامعية بأعضاء الجامعية العمومية وبالتالي ده حصل مش المسجد بس ولكن سيتم استكمال كل المنشآت وكل الإنشآت سواء في الشيخ زايد أو في كل مقرات النادي الأهلي المختلفة وذلك لاستقبال وخدمة الأعضاء الحقيقة لأنه كل يعني مثلا المسجد اللي حضراتكم شايفين واعتبارا من اليوم وقبل حلول شهر رمضان المبارك والحقيقة الكل النهاردة كان متواجد زي ما حضراتكم شايفين كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي قبل أذان المغرب توجهوا لافتتاح المسجد وأداء الصلاة في جماعة وكابتن محمود الخطيب كان حريص على تفقد الأعمال الإنشائية لحمام السباحة أيضا بفرع أو بمقر النادي الأهلي بالشيخ زايد زي ما حضراتكم شايفين توافد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على المسجد والمنطقة المحيطة بالمسجد أو مجلس الإدارة أولا ثم المنطقة المحيطة بالمسجد الأستاذ محمد الجرحي كابتن حسام غالي قبلهم أستاذ طريق أندير ودكتور محمد شوقي دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي كابتن خالد العوضي مدير إدارة النشاط الرياضي في النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والمهندس سامح برضو المهندس المختص أو مدير إدارة الهندسية في النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين حاجة جاء بأستاذ محمد الضماطي أستاذ خالد مرتاجي الكل الحقيقة أيضا لفتة رائعة من كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته بالكامل بوجود الأستاذ خالد العمري أخو الوزير العمري فاروق نئب رئيس النادي الأهلي اللي ارحمه وأيضا الأستاذ هشام العمري أخو نائب رئيس النادي الأهلي اللي ارحمه الوزير العمري فاروق ومدام مي زوجة الوزير العمري والأستاذ إبراهيم أيضا ابن الوزير العمري الكل كان موجود دكتور مهند الحقيقة كلهم كانوا موجودين في افتتاح هذا الصرح الكبير الحقيقة وزي ما قلت لحضراتكم تواجد والأستاذ طبعا كابتن مي عاطف موجودة الكل الحقيقة كل أعضاء مجلس الإدارة كانوا حرصين على التواجد وبصحبة أيضا زي ما قلت لحضراتكم عائلة الوزير العمري فاروق بالكامل تقريبا يعني الدكتور خالد والدكتور هشام والأستاذ إبراهيم ومدام مي كلهم الحقيقة كانوا موجودين النهاردة وكابت الخطيب كان حريص الحقيقة أنهم يكونوا موجودين كابت الخطيب والمجلس كاملا كانوا حرصين أنهم يبقوا موجودين تخليدا لذكرى الوزير العمري فاروق اللي عمرنا ما حننسى الحقيقة احنا دلوقتي بنتكلم عن الوزير العمري فاروق أنه هو معانا ودايما سيظل معانا بوجود الدكتور خالد ودكتور هشام ومدام مي وستاذ إبراهيم اللي دايما حيكونوا معانا خلال الفترات القادمة فشكرا جزيرا لمجلس إدارة النادي الأهلي على كل اللي بيحصل في كل مقرات النادي الأهلي المختلفة الحقيقة الحقيقة حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة لأستاذ جمال جابر المدير إدارة الإعلام في النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين الكل متواجد الكل سعيد الكل عايز يصلي لأول مرة بعد افتتاح المسجد اليوم ألف ألف مبروك لكل أعضاء الجامعية العمومية لنادي الأهلي وكل جماهية لنادي الأهلي بافتتاح مسجد رائع الحقيقة بقيادة كبيرة للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته والقادم أفضل الانشاءات لسه خلي بالحضراتكم زي ما سمعته الأستاذ شريف فؤاد وهو بيتكلم أن هناك بعض الانشاءات النقصة شوية هتكمل خلال الأيام القادمة إن شاء الله إن شاء الله تكون كل الأمور ميسارة خلال الفترة القادمة طبعا الحج جمال الجرحي أحد أبرز الأمور أو أبرز الأسماء الكبيرة الموجودة داخل النادي الأهلي حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة والحقيقة الواحد بيبقى سعيد لما بيشوف مثل هذه الأمور كابتن خالد بيبو، الكل الحقيقة متواجد، كابتن أسامة حسني، الجميع الجميع كان النهاردة عايزين يصلوا أولى الصلاوات الرسمية بعد افتتاح المسجد الرسمي في مقر النادي الأهلي في الشغزية ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي افتتاح هذا المسجد الرائع طيب، كابتن خطيب زي ما حضراتكم شايفين وكل أعضاء المجلس متواجدين عموما زي ما قلت لحضراتكم لفتة رائعة من مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب بتواجد دكتور خالد العمري ودكتور هشام العمري ومدام مي زوجة الوزير العمري فاروق وأيضا إبراهيم العمري فاروق ابن الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الله يرحمه عملنا لقاء، عايز حضراتكم تسمعوا لقاء دكتور خالد العمري وكلامه عن الوزير العمري فاروق نطلع نشوف هذا اللقاء ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر